هذا من الخطورة أيها الإخوة أن الإنسان الآن يصبح ممرا بل والعياذ بالله كأنه مزبلة يلقى فيها بكل شيء ولا يتورع هو عن أن يعيد قذفها في مكان آخر بدون عقل، بدون رشد، بدون دين ما وقع في زماننا وفي أيامنا هذه من تناقل الأخبار وسهولة تداولها ليس بين فئة قليلة ولا أهل بلد ولا أهل مدينة بل إلى مستويات العالم وسائل التواصل هذه الآن فيها من الأخبار السيئة وفيها من الإشاعات وفيها من الضلالات وهناك أناس كثر ليس لهم هم إلا إعادة إرسالها قالوا عن هذا كذا وقالوا عن هذا كذا وفلان صرح بكذا والمسؤول الفلان قال كذا وهذه أمور بعد فترة يسيرة تجد أنه لا يصح شيء منها إذن ما الذي دعاك إلى هذا؟ ما الذي دفعك إلى أن تحمل الإثم من هؤلاء الذين نقلت إليهم هذه الأخبار الكاذبة وأشعت الضلالة وأشعت السوء والفحشاء في مجتمعات المسلمين؟ ليس لهم هم إلا فلان كذب فلان سرق فلان قال فلان أخذ فلان أعطى ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما هي الحصيلة بعد ذلك؟ لكن لو أنهم تثبتوا، لو أنهم تورعوا، لو أنهم حسبوا حساب الآخرة ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ومساءلته لهم عن هذه الأخبار التي نقلوها وعن هؤلاء الناس الذين أضلوهم قد ينتقل هذا الخبر الذي نشرته أنت بهذا الجهاز إلى إنسان كان يهم بأن يعقد صفقة مع فلان أو أن يتزوج من الأسرة الفلانية وهذا الخبر وصل إليه فقطع كل هذه العلائق وترك كل ما كان يعزم عليه وقد تكون في كثير من الأحيان لا تصح ولا تثبت هذا من الخطورة أيها الإخوة أن الإنسان الآن يصبح ممرا بل والعياذ بالله كأنه مزبلة يلقى فيها بكل شيء ولا يتورع هو عن أن يعيد قذفها في مكان آخر بدون عقل، بدون رشد، بدون دين أنت إذا أردت أن تنقل شيئا فلا بد أن تفكر ما هي المصلحة من نقله من هو الذي يستفيد منه ما هي المضر من كثمانه لو لم أن قله ماذا سيحصل ما يحصل شيء لكن أن تسارع إلى نقل هذه الأخبار أن تسارع إلى إشاعة البلبلة والاضطراب حتى أصبح الناس في كثير من الأحيان الآن في بلبلة لا يدرون ماذا يصدقون ولا ماذا يقبلون ولا ماذا يردون كل يوم تأتيهم أخبار ثم يتبين لهم أن هذه الأخبار غير صحيحة وهكذا 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 اضطربت حياة الناس وانهدم ما كان بين الأقرباء وما كان بين الإخوة في الله وما كان بين المسلمين عموما من الوشائج التي لا بد أن تبقى قوية وأن تبقى متينة وأعظم من ذلك أيها الإخوة وهذا قد يقع فيه بعض من يظن أنه يحسن صنعا ولكنه كما قال الله تبارك وتعالى الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ليس بالضرورة أن يكون كل عمل عملته بحسن نية أن يكون هذا العمل مقبولا النية الحسنة مطلوبة لكن لا بد أن يجتمع مع النية الحسنة صواب العمل أن يكون صوابا خالصا صوابه موافقته لشرع الله وخلوصه أن يبتغي الإنسان به وجل الله تكون نيته حسنة لكن أما أن تكون النية حسنة وثم هو يتصرف كيف ما شاء هذا الأمر غير مقبول بحال من الأحوال من هذه الأمور أنك تجد في وسائل التواصل هذه أناسا كثيرا ينقلون أحاديث منسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول وتجد من يستحسنها وينشرها ويقول أنشر تؤجر أنشر تؤجر أنشرها لعشرة تؤجر أنشر أنشر من قال لك أن الرسول هل تثبتت من أن هذا الأمر قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كبقية الخلق في هذا المعنى الرسول يوحى إليه والرسول يبلغ شرع الله ولا يمكن أن يكون تكون كثير من هذه الترهات وهذه الأحاديث الموضوعة وهذه الأقوال التي لا تصح أن تكون منسوبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع الإنسان إذا كنت لا تستطيع التحقق مما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكلف الله نفسا إلا أسعى لا تنصح ولا تعلم ولا تعمل إلا بشيء قد تحققت من كونه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تعلم لا يكلفك الله لست مسؤولا عن الخلق هؤلاء الذين يتحدثون ويتكلمون ويتناقلون الأخبار في وسائل التواصل